اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مناسبة ما سمي بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم الاثنين والثمنتعش الماضي الاثنين والثمنتعش في الشهر الماثنين والثمنتعش الماضي مناسبة ما سمي بهذه الانتخابات سبقتها حديث كثيرة كثير من القوى العملية السياسية القوى الحزبية الحاكمة للعراق هذه القوى الفاسدة والمخربة دمرت العراق خلال 20 سنة وهذا الاطار الميليشيا والذي يحكم العراق تحدثوا كثيرا عن هذه الانتخابات ودعوا الناس إلهم وكانت لديهم خطابات كثيرة وبدعوها بخطابات الدفاع عن المكون وخطابات طائفية وعندما وجدوا أن هذه الخطابات ربما لن تأتي أكلها الناس لم يعد تهتم بهذه اللغة وكشفت هذه اللعبة التي دمرت العراق لعبة الطائفية التجوا إلى حديث وطنيا وكلام كثير لكن كله لم يوجده وبالتالي وصلنا إلى يوم الانتخابات كانت قرار العراقي قرار الشعبي العراقي قرار واضح جدا بمقاطعة هذه الانتخابات ولم يشارك بهذه الانتخابات ربما في أعلى الحالات وكثر من 12% وهذا جمهورهم لكنهم ادعوا أنه فوق الـ 40-41% ومباشرة السفيرة الأمريكية مثل ما كنا نتوقع وكنا نعرف متأكدين تماما أيدته دزة برقية بتأييد هذه الانتخابات الديمقراطية النزيهة الراقية التي كذا ونتعاون مع وعملت بلزقارت وعمل الكل والدول لأن هذا النموذج هو المطلوب هم يعرفون من البداية أن هذا الخراب لن يستمر وهذه العملية لن تستمر ولن يبقى العراق ضعيفا لم يستمروا هؤلاء على الحكم إذا ما ذهب هؤلاء سيعود العراق قويا سيعود وينهض على قدميه هم يريدون العراق تريده إيران وتريده أمريكا وتريده كل هذه الدول التي صنعت هذا المشروع أن يبقى العراق ضعيفا وبقاء العراق ضعيفا مشروط وبقاء هؤلاء لذلك هم يعني يجب أن يدافع عنه ويقفوا مع كل خطواتهم وينصحوهم بها ويؤيدوها ويجملوها ويحاولوا أن يضفوا عليها الشرعية الدولية والأقليمية وهذا ما حصل وكلنا يعرفه ووهل العراق يعرفونه عموما مناسبة هذه الانتخابات كان قبل نوري المالكي زعيم ما يسمى بدولة القانون جزافا لا قانون ولا هم يحزنون تحدث أحاديث كثيرة من ضمن هذه الحاديث لأنه قاد حملة كبيرة بهذا الاتجاه قال يعني نؤكد أن المواطن العراقي يقف دوما مع المشروع الوطني الجامع هذا الحديث يعني أنا اختاريته من بين يعني مئات الأحاديث لكن هذا الحديث يعني لأنه بيكذب مفضوح أكثر من غيره ربما وهو كل أحاديثة كاذبة يقول نؤكد أن المواطن العراقي يقف دوما مع المشروع الوطني الجامع لكل العراقيين وهو ضد كل من يحاول الترويج الطائفي والمناطقية الله أكبر إذا كنتم ترون أن المواطن العراقي يقف دوما مع المشروع الوطني الجامع وهذا ليس الدعاء كاذبا هذا حواله واقع العراقي دائما يعني لم تكن عنده مشكلة مع مجتمع هو كان متصالح مع مجتمع ومتصالح مع غيره ما عنده مشكلة لم تكن الطائفية لدينا ولم تكن هناك مشاكل بين المجتمع المجتمع كان متصالح مع نفسه وبدليل أنه بعد الاحتلال 2003-2004-2005 لحد التفجير الذي حصل في المرقدين والإيران فتعلته بعدما وجدت أن العراقيين لم يكن مشكلة بمجتمعهم كانت لم يكن حكومة لكن مع ذلك لم تحصل لجرائم ولمصايب كان يواجه فقط الأمريكان الجرائم الأمريكية لكن الشعب كانوا وميليشيات تقتل وكذا لكن بين المجتمع بين الناس كانوا متعايشين في سلم شيعي وسني وكردي وعربي لم يكن مشاكل وأخوة وناس وحزنهم سوى وفرحهم سوى ومشاكلهم سوى وكلهم خوفهم واحد فهم المشروع الوطني الجامع العراقي الجامع هذا غايتهم وهذا ما سعوا إليه الطوال قرن كامل في بناء الدولة لكن من جاءوا لحكم العراق لم يريدوا ذلك وأولهم هذا المالكي وهو يقول العراقي ضد كل من يحاول الترويج للطائفة المناطقية هذا يوم أيضا صحيح لكن هل أنت أيها المالكي والحزبك والهايق وهو حزب الدعوة وقانون ومعرف منه وكلكم هذا بالقوة الحملية السياسية أنتم مع المشروع الوطني الجامع طوال عشرين سنة تخربون المجتمع وتخربون البلد وتمزقون الناس وتتحدثون عن لغة جيش يزيد وجيش الحسين أليس أنت الذي تحدثت عن هذا فكيف تتحدث عن الطائفية وتتهم الناس بالطائفية تتهم لم يكن هو وجماعته في العملية السياسية هم من قاموا بذلك من قاموا بها الشعب الشعب هو يقول يقول الشعب هو يحاول ضد كل من يحاول الترويج الطائفية لذلك هم يكرهونك لا أحد يحبك لأن انت روجت للطائفية والمناطقية ووقفت ضد المشروع الوطني الجامع هذه قضية يعني لا يمكن قبولها تحدث عن جيش يزيد وجيش الحسين قبل الأرف يعني استحضر أحداث ب 1400 سنة مضت أكثر من 1400 سنة ليسقط على الناس ويدفع بالناس للعدوات ويحرّض الناس على بعضهم ويدفعهم للكره وحمل السلاح على بعضهم ماذا نسمي هذا ماذا نسمي هذا من يتهم الناس بالإرهاب من وقف ضد حتى المقاومة العراقية التي قاومتها لحق مشروع والتهم أنه الرهابيين ما دعم يقاومون الأمريكان الرهابيين والجيش الأمريكي والجيش تحرير الآن يتحدث غير اللغة يجب إخراج القواعد الأمريكي ومن جاب الأمريكان الشعب العراقي جابهم وأنت جابتهم أنتوا جاقتكم أنتوا اللي جابوكم العملية السياسية أنتوا وحزبين كرديين والحزب الإسلامي وحزب الدعوة وبدر ومعرف منهم هذول أنتوا اللي كنتوا معاهم في مؤتمر لندن وجبتوهم وجهتوا وجابوكم وموجوي ونصبوكم وجابوا لبريمر وخلاكم دستور وخلاكم عملية سياسية ووزع لكم الحصاص ومن ذاك اليوم أنتوا تحافظون عليها وتحرسوها فالآن الحديث عن أن العراقيين مع المشروع الوطني ويطلع نفسه وطني هذه جزء من محاولات تضغيل الشعب لكن الشعب لا يضلل شعب بعد 20 سنة هذا الشعب العراقي الشعب الواعي الشعب الذكي الشعب النبه الشعب الذي عانى كثيرا لا يمكن أن تخدعوه لا يمكن أن يلدغون من هذا الجحر مرات ومرات ويسكتون أبدا يعني هذا الشعب اللي قدم كل هذه التضحيات وآخرها كان شباب مثل الورد في ثورة التشرين أكثر من ألف شاب صغير قتلتوهم بالشوارع بدم بارد وجرحتوا ثلاثين ألف وبعدين سرقتوا ثورة العراقيين وقمتوا يتحدثون بها وشكلوا حكومات باسمها وما وقفت ضد ثورة التشرين رجعتوا أسستوا أولها اتخابات مجالس المحافظات بالرعاية الأمريكية وبرعاية الأمم المتحدة وبالإسخارت هذا واقع الحال لا أحد يتكلمنه بغير لغة وفلسفة نياها وحكي نفسه بذولوماسية ويعتقد إذا ما حجب الوطنية فهو وطني كل من يتحدث بالوطنية ووطني كل من يشال العالم العراقي فهو عراقي لا يا أبدا أو كل من حمل الجنسية العراقية فهو عراقي لا كثير الآن ربما ملايين من أدري لأنه لا أحد يعرف ماذا يحصل في هذه الغرف المظلمة ملايين طيتهم جنسية وهم مو عراقية وصولهم مو عراقية لكن طيتهم وغيرت الأنظمة جاوزت عليها وجاوزت على القوانين حتى تبنو لكم قاعدة تحميكم بالسلاح ود الشعب العراقي والشعب العراقي من الضطر إلى الهجرة والتهجير 6 ملايين بالمخيمات في وقت من عوقات وأكثر من 7-8 ملايين عراقي غادروا العراق والذي اختلتوهم أكثر من مليونين هذا الشعب العراقي بالتالي يتحدث لنا عن المشروع الوطني الجامع الشعب العراقي معه نعم الشعب العراقي دائما معه دوما معه هذا المشروع عمره ما تخلى عن هذا المشروع لكن أنتو من أجبرته العراقيين بالسلاح والمؤامرات والقتل والذبح والتنكيل والطائفية وسياسات الطائفية والإعلانات الطائفية والخطاب الطائفي في أن ينزلق المجتمع هذا الانزلاق ودوما المجتمع العراقي دائما كان ضد كل من يحاول الترويج للطائفية والمناطقية ولم يكن يؤمن بها وأنتم من آمن بها وأنتم قلتوها أعنى جينا معدنا جمهور واتكأنا على الطائفية والمناطقية ولحد الآن تتكيون على الطائفية والمناطقية في كل الاختبارات التي تواجهونها مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة